السلام عليكم إيران قامت بالانتقام من إسرائيل ومن الهجوم اللي صار على محطات الوقود والذي أوقف معظم محطات الوقود في الداخل الإيراني والتي تسببت بمشكلة كبيرة جدا في إيران وانتقموا من خلال القيام بهجوم سبراني على الإسرائيليين وهذا الهجوم صار لم يكن على أي مكان لم يكن على أي شركة عادية لا أبدا بل أنه كان موجها ضد المنظومة الأمنية الإسرائيلية وضد أحد أهم الألوياء الإسرائيلية الموجودة وطبعا هذه المجموعة اللي سوتها هي مجموعة هكرز إيرانيين اسمهم عصى موسى نشروا على التليجرام بهذا الشكل مباشرة في يوم 26.10.2021 نفس اليوم اللي صارت بعملية الهجوم السبراني على محطات الوقود بنفس اليوم بعد ساعات نشروا هذا الملف فجأة الذي لم ينتبه عليه الكثيرون وبيه المعلومات كثيرة جدا هذا الملف وإذا ما دخلنا إذا هذا الملف طبعا سنلاحظ بأن هناك 12 ملف من الأكسل شيتز بها مئات الأرقام ومئات الجنود الإسرائيليين من الاحتياط والجنود أيضا اللي موجودين في إحدى الألوية في الجيش الإسرائيلي وكشفوا كل ملفاتهم وأسماءهم وأرقام تليفوناتهم وأماكن سكنهم والإيميلات ورتبهم والنقلوا أو ما النقلوا الكثير وما الكثير من التفاصيل حتى أمور متعلقة بالأمور النفسية لهؤلاء وما يعانون من أمراض أو غيرها فلذلك تفاصيل خطيرة جدا كشفوها وأيضا لوحظ بأن هذه المجموعة اللي هي عصى موسى مو بس نشر الموضوع على تليغران طبعا هم ناشرها أيضا على الدارك ويب لوحظ بأنه أيضا يوم 23.10 يعني قبل الهجوم اللي صار على محطات الوقود في الداخل الإيراني أنه أيضا هم مهاجمين بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي ونشروا له صور خاصة هي غير موجودة في أي مكان نشروا لي بهذا الشكل كما تلاحظون كلها صور خاصة بوزير الدفاع وقال لولا إحنا دراقبك ونشوف كل حركة أنت قاعد تسويها ولدينا معلومات كثيرة عنك وشوف نشروا وحتى هذه ظهور وجوه هؤلاء الناس اللي هم موجودين من الضباط الإسرائيليين في الجيش الإسرائيلي بهذا الشكل حتى في مكتب صور قديمة هم أصلا حتى محصنين عليها وعليها توقيع يعني توقيع عصى موسى موجودة في كل الجهات من هذه الصورة من أجل أن لا يتلاعب أحد بها وأن يبينوا بأنهم فعلا قاموا بقرصنة هذه الصورة بكل تأكيد وكذلك بالعمليات اللي هو قودها كل هؤلاء وجوههم مكشوفة وهذا أمر طبعا يعرفون تماما أهل الجيش وأهل الاستخبارات وغيرهم أن مثل هذه المعلومات ومثل هذه الصور ليس من السهل الكشف عنها وكذلك نشروا لكتاب في تواصل إسرائيل بالألفين وعشرة هو بني جانس نفسه وزير الدفاع الإسرائيلي نشروا لكتاب متواصل مع أحدى الدول العربية وقال لولا إحنا عدنا كل الكتب اللي أنت تمتلكها وغيرها فهذا يعتبر فإختراق هائل جدا وكشف لأرقام هواتف وتفاصيل متعلقة بيها وقال لولا إحنا عدنا أكثر بعد نستطيع كشف معلومات أكثر عن هذا الموضوع وهذا اللي خل الإسرائيليين والصحافة الإسرائيلية أن تبدي قلقها تماما من طبيعة هذا الاختراق اللي صار على المنظومة الأمنية واللي صار على وزير الدفاع الإسرائيلي والذي يوضح بأن الإيرانيين فعلا لديهم الإمكانية على تحقيق الكثير من الضرر في الهجمات السبرانية ولكن في نفس الوقت بطبيعة الهجوم اللي صار على محطات الوقود قبل يومين في الداخل الإيراني هناك معلومات الآن بدأت تتفلتر تبين بشكل أو بآخر بأن إسرائيل لم تكن هي خلف هذا الهجوم بل أن هناك طرفا آخر هو يقف خلف هذا الهجوم السبراني اللي صار أولى هذه العلامات أن هذا الهجوم هو أصلا صار في ذكرى الاحتجاجات اللي صارت لا للغلاء على الوقود لأنه في وقتها بال2018 زادت أسعار البانزير والوقود في الداخل الإيراني وبالتالي الناس بالأحواز بهذا الشكل انفجروا بهذه الاحتجاجات وصارت لها ذكرى معينة من الـ 2018 وبالتالي هذه قضية متعلقة بالوقود يعني هي متعلقة بالانزعاج وذكرى هذه الاحتجاجات والآن قضية متعلقة وصارت بمحطات الوقود وأوقفوها احتجاجا فبالتالي هي ليست قضية مرتبطة بالأمور النووية على سبيل المثال التي هي أمر مقلق بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية كذلك الصحافة الإسرائيلية بالعادة هم يلوحون ويقولون بأنه إحنا ممكن إحنا سويناها أو غيرها يحاولون أن يتبنون هذا الأمر بصحافتهم ولكن هذه المرة يقولون بأننا لسنا خلف هذه العملية اللي صارت السبرانية وها أرتس على سبيل المثال كمثال شوف شون اللي قالتها بهذا الموضوع حتى لو لم تقف إسرائيل وراء الهجوم السبرانية الأخير على إيران الذي أضر بسائقين إيرانيين أبرياء كثر طوال اليوم فأن ذلك يتلاءم مع العقيدة الجديدة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية الآن العقيدة الجديدة حتى نعرفها باختصارها أرتس أيضا ذكرة هذا الموضوع بأن الإسرائيليين الآن يركزون على الطبقة الوسطى الموجودة في إيران هذه الطبقة هي متعلمة لكن بنفس الوقت ممكن أن تتأثر بسرعة بسبب إزدياد أسعار الوقود وضرائب غيرها فبالتالي هذه الطبقة هي مؤثرة جدا في الداخل الإيراني وممكن أن تخرج بتظاهرات تضغط على النظام الإيراني وبالتالي هي تضغط على النظام الإيراني والنظام الإيراني رح يبتعد عن الأمور النوبية والوصول إلى القنبلة النووية لذلك الإسرائيليين الآن ديريدوني يخلون حياة الطبقة الوسطى في إيران في حالة أصعب من الحالة التي هي عليه هذه هي الاستراتيجية الإسرائيلية لكن خلينا نرجع و نركز على كلمة حتى لو لم تقف إسرائيل واضح دي يوضحون في أكثر من موقف و في أكثر من صحيفة وضحوا بأنه إحنا قد نكون فعلا أنه إحنا ما أننا علاقة بهذا الهجوم وهذه طبعا اترجعنا إلى شهر سبعة 2021 إلى هذا الهجوم اللي صار على المنظومة الإلكترونية للسكك الحديدية اللي في وقتها توقفت كل السكك الحديدية في الداخل الإيراني وأثناء هذا الهجوم اللي صار اللي سببت مشكلة كبيرة جدا أول ما صار قالوا إسرائيل نفس تماما اللي صار في محطات الوقود أول ما صار قالوا إسرائيل هي خلف هذا الهجوم ولكن بعد ذلك تبين بأن إسرائيل غير مسؤولة وهذه الشركة هي قامت بتحليل كل التفاصيل شركة Checkpoint Software Technologies هذه الشركة هي عبارة عن شركة أمريكية إسرائيلية متخصصة بالأمور التكنولوجية قامت بتحليلات للهجوم اللي صار على المنظومة الإلكترونية للسكك الحديدية بشهر سبعة 2021 ووصلوا إلى نتيجة أن إسرائيل أصلا ليست مسؤولة ولم تكن خلف هذا الهجوم أبدا فلذلك Checkpoint اللي قالته بأن الطرف المسؤول هي مجموعة اسمها إندرا هذول هاكرز فجأة ظهروا من الداخل الإيراني قد يكونوا خارج إيران ولكن قد يكونوا أيضا داخل إيران ولكن هي مجموعة معزولة بحسب تحليلات طبعا ووجدوا بأن هذه إندرا طبعا هم أعلنوا عن نفسهم بهجمات صارت بال2019 وبال2020 ضد المصالح التابعة إلى النظام الإيراني وجدوا بأنه اللي صار بعد تحليلاتهم للهجوم على المنظومة الإلكترونية للسكك الحديدية وجدوا بأنه نفس تماما الملفات اللي موجودة والأمور اللي استخدمت والأدوات القرصنة التي استخدمت من شفرات وغيرها في هذا الهجوم على السكك الحديدية يشبه تماما اللي صار بال2020 وبال2019 وبالتالي وجدوا تماما بأن مجموعة إندرا هي التي تقف خلف هذا الهجوم كذلك جدت شركة أخرى اللي هي اسمها إنزر هذه شركة أيضا تكنولوجية مختصة وهذه مختصة بالDNA للشفرات التي تستخدم في عملية الهجمات وهذا طبعا جينات الشفرات فقاموا بتحليل طبيعة الهجوم اللي صار على السكك الذي نتحدث عنه طبعا وهذه نقطة مهمة جدا ووجدوا بأن جينات الشفرات اللي موجودة والتي استخدمت بهذا الهجوم هي نفسها التي استخدمت بال2020 و2019 ولكن هي محدثة هنا بشكل أكبر بالهجوم اللي صار على السكك الحديدية وبالتالي على هذا الأساس بأنه هذا الطرف هو نفس الطرف الذي قام بالهجوم والأهم بأن إنزر ثبتت بأن الجينات للشفرات التي استخدمت بهذا الهجوم هي فريدة من نوعها هي غير موجودة لا عد إسرائيل ولا عد أمريكا ولا عد أي دولة أخرى هي فريدة من نوعها لا يمتلك أي أحد وعلى هذا الأساس وصلوا إلى خلاصة في دراستهم المطولة والمعقدة واهتمت بها النيويورك تاينز وشوف شون اللي قالته تشك بوينت وخبراء آخرين أكدوا بأنهم لم يعثروا على أي مؤشر لارتباط هذه المجموعة إندرا بأي دولة كانت كذلك هناك ربط بقضية الهجوم اللي صار على السكك الحديدية ومحطات الوقود هذا الربط وهذا السيجنيتشر أو التوقيع اللي يحبون دائما الهكرز أن يخلوه هو في طبيعة الرقم الذي وضعه هنا على لوحة السكك الحديدية في وقتها كتبوا هذا الرقم اللي هو 6441 هذه الأرقام بالفارسي وهو مكتب المرشدة الأعلى الخامن إذا تريد أن تشتكي روح واتصل على هذا الرقم نفس القضية صارت في مضخات الوقود بالهجوم الأخير اللي صار قبل يومين طبعا الرقم الذي كتب هنا في مضخات الوقود بعد ما توقفت تماما بهذا الشكل الرقم هو نفسه قد يكون غير واضحا ولكن هو 6441 مكتب المرشدة الأعلى فلذلك كل المؤشرات توضح بأن فعلا هذا الطرف هو إندرا نفس هذه المجموعة التي نتحدث عنها ولكن هناك أيضا أمر يجب أن ننتبه إليه وهذا أمر بأنه العادة الهكرز يحبون يتركون تواقع ويحبون يتركون إشارات قد تكون معقدة للغاية لا ينتبه إليها أحد ويجب هنا أن ننظر إليها أن هناك أصلا في إيران أكو تقويم الإيراني تقويم خاص بهم مثل التقويم اللي إحنا نعتمده الآن اللي هو التقويم الميلادي هسا إحنا التقويم الميلادي في تاريخ الهجوم السبراني اللي صار على محطات الوقود اللي هو اسمه لغريغوريان كالندر كان في يوم 26.10.2021 وهذا يترجم بالتقويم الإيراني إلى 48.400 هذا هو التقويم الإيراني هسا إذا يجينا جمعنا هذه الأرقام واحدة واحدة سنلاحظ أن كل رقم إذا جمعناه واحدة سنلاحظ بأننا أمام الرقم 17 مجموع كل هذه الأرقام وإذا أخذنا نظام هناك نظام اللي هو يحول الأرقام إلى حروف أو الحروف إلى أرقام هذا الرقم 17 اللي هو المجموع إذا حولناه إلى حروف سنجد بأننا أمام حرف كيو وهناك منظمة مشهورة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية اسمها منظمة كيو وهذه منظمة كيو هي تابعة في طبيعة الحال إلى الدي آي اي وهي الاستخبارات التابعة إلى الجيش الأمريكي فهذه قد تكون أكثر من صدفة وليست صدفة عادية فلذلك قد تكون هنا أمام طرف آخر مختلف تماما وقد تكون فعلا خاصة إذا ما نظرنا إلى الأمور النووية التي تجري والصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية قد نكون هنا فعلا أمام طرف مختلف وهو الولايات المتحدة الأمريكية